لا تعلم بعد اليوم من جديد غضب شعبي في عدن مظاهر احتجاجية تصعيدية سيكون لها ما بعدها نتيجة سياسة التجاهل واللا مبالاة بمشاعر أهالي ضحايا الاغتيالات والاعتقال والإخفاء القسري في ساحة العروض أكبر وأشهر ساحات عدن أحتشد عشرات المواطنين للمطالبة بتحقيق العدالة والكشف عن قتلة الدعاة والمشائخ في عدن وإظهار المخفيين في السجون الإماراتي السرية وتسليمهم للقضاء والنيابة ليقولا كلمة الفصل في ذلك وندعو القنوات إلى بث رسالة الأحادي وشكوانا بأننا نقول كفايا ترفع الظلم عن المظلومين وحسب بيان صدر عن الاعتصام الذي دعا إليه أهالي المغدور بهم والمعتقلين والمخفيين قسرا في السجون السرية فإن هذه الخطوة التصعيدية جاءت عقب تجاهل المطالب الحقوقية والإنسانية منذ أكثر من تسعة عشر شهرا وما تردد عن ترد وتدهور الحالة الصحية للسجناء المضربين عن الطعام في سجن بئر أحمد غضب طبيعي أفرزته حالة الإنفلات الأمني غير المسبوق ما جعل عدن عنوانا للاغتيالات وبؤرة خوف وهي التي عرفت بكونها مدينة التعايش والمدنية الوضع في عدن بحاجة للاحتواء قبل أن يستفحل فما طالها من التشويه والألم لم يعد بمقدور أهلها احتمال استمراره عدن اليوم أحوج ما تكون لرد اعتبارها المدني بشيء من احترام تاريخها والإنسان فيها قبل ذلك ترجمة نانسي قنقر